السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه طلابنا العزاء نستكمل معكم محاضرات علوم القرآن الكريم تحدثنا في المحاضرات السابقة عن تعريف علوم القرآن الكريم والفرق ما بين القرآن الكريم والحديث القدسي ثم بعد ذلك تحدثنا عن نشأة علوم القرآن الكريم بعد ذلك تحدثنا عن الوحي ثم تحدثنا عن نزول القرآن الكريم وإن شاء الله في هذه المحاضرة سنتحدث عن موضوع جمع القرآن الكريم لما نتحدث عن جمع القرآن الكريم هذا الجمع إذا أطلق عند العلماء فيراد به معنيين المعنى الأول وهو حفظه في الصدور حفظ القرآن الكريم في الصدور يعني أن يقرأه القارئ أو الصحابي أو التابعي من حفظه في صدره ومن غير أن يقرأه من كتب أو صحف أما المعنى الثاني وهو بمعنى كتابته في الصحف كتابة أحرفه وصوره وآياته داخل الصحف المعنيين المعنى الأول المقصود به حفظه في الصدور المعنى الثاني المقصود به كتابته في الصدور نتحدث إن شاء الله عن المعنيين الآن نتحدث عن المعنى الأول وهو جمع القرآن الكريم بمعنى حفظه في الصدور يعني الله سبحانه وتعالى أول ما أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة ملك الوحي جبريل عليه السلام كان سيدنا جبريل عليه السلام كما أخبرنا سابقا يقرأ القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتهي جبريل عليه السلام يقرأ بسرعة ويحرك لسانه وشفتيه بالقرآن حتى لا ينسى القرآن الكريم فخطبه المولى عز وجل فقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه الله عز وجل تكفل له أن يجمع القرآن في صدره وأن يقرأه مثل ما نزل عليه ذلك فإن الله سبحانه وتعالى في مسألة جمع القرآن الكريم بمعنى الأول حفظه في الصدور أول ما جمع القرآن الكريم جمعه الله عز وجل في صدر النبي صلى الله عليه وسلم فكان أول من حافظ القرآن الكريم هو النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك أخذه عنه الصحابة الكرام وكانوا هم من أشد الناس منافسة في حفظ القرآن الكريم وتطبيق معانيه وتدبر كل معاني القرآن الكريم لذلك حافظه صحابة رضوان الله عليهم وكان منهم المتقنون في حفظ القرآن الكريم حتى أنهم كانوا لا يتجاوز العشر آيات من القرآن الكريم حتى يحفظوها ويعملوا ويفهموها يفهموها ثم يعملوا بما جاء في تلك الآيات وكان الصحابة الكرام يقيمون الليل في بيوتهم ويقرؤون القرآن الكريم في قراءة سواء كانت في قيام ليل أو قراءة من غير صلاة في بيوتهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بين بيوت الأنصار فكان يسمع لبيوت الأنصار دويا كدوي النحل وهذا طبعا من أثر قراءتهم للقرآن الكريم في الليل قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك النبي صلى الله عليه وسلم بخاطب أبو موسى الأشعري بقوله لو أنت شفتني بارح وأنا بأستمع لقراءتك والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتجول بين البيوت فوقف بجوار بيت أبي موسى الأشعري يستمع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءته فقال له لقد أعطيت مزمارا من مزامير داود عليه السلام أي أن سوطه جميل في القرآن أو بالقرآن الكريم والصحابة يعني جماعة كبيرة منهم حفظوا القرآن الكريم منهم يعني الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وكذلك طلحة وعبد الله بن مسعود ومعاذ وأبي بن كعب إلى آخره كثير من الصحابة حفظوا القرآن الكريم وكذلك صحابيات حفظت عائشة رضي الله عنها وأرضها القرآن الكريم وكذلك حفظة ابنة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وكثير من الصحابيات حفظنا القرآن الكريم لذلك كانوا يهتمون بمسألة حفظ القرآن الكريم حتى يعني دليل على أن أو كثرة الحفاظ من الصحابة للقرآن الكريم في حادثة بإرمعونة قتل سبعون من حفظته وقراء القرآن الكريم وهذا يدلل على شدة الاهتمام بمسألة حفظ القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يأخذون تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم تعاليم القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وينقلونه لمن بعدهم للتابعين ومن بعدهم في الأجيال التي أتت بعد جيل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فتتابع حفظ القرآن الكريم من جيل الصحابة إلى يومنا هذا انتشرت مدارس تحفيظ القرآن الكريم المعاهد الشرعية كثير من الأمور انتشرت تتعلق وتهتم بمسألة حفظ وتلاوة القرآن الكريم الآن بدنا نتعرف على خصائص جمع القرآن الكريم بمعنى حفظه في الصدور قلنا المعنى الأول من معاني جمع القرآن الكريم وهو حفظه في الصدور ما هي خصائص هذا الجمع بهذا المعنى حفظه في الصدور أولا جمع القرآن الكريم بمعنى حفظه في الصدور هذا يعد أول علم نشأ من علوم القرآن الكريم أول علم ركزوا عليها هذه معلومة مهمة جدا أول علم نشأ من علوم القرآن الكريم وهو علم جمع القرآن الكريم بمعنى حفظه في الصدور وذلك كان حين نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء استمر هذا العلم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا علم حفظ القرآن الكريم في الصدور هذا يعد أول علم من علوم القرآن الكريم وهذا العلم طبعا دائم لا ينقطع بإذن الله عز وجل فبدأه النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ القرآن الكريم ثم استمر من بعد الصحابة والتابعين والتابعين إلى أن وصل إلى زماننا وسيستمر بإذن الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن الكريم فسيبقى محفوظا في صدور الرجال وفي الصطور كذلك كذلك من خصائص هذا النوع أو هذا المعنى معنى جمع القرآن الكريم في الصدور أن المداومة على حفظه واستمرارية الحفظ لا تكون إلا بالقرآن الكريم يعني كان القرآن الكريم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ الزمان الذي بعدها ثم في زمان ثم سأحفظ في الأزمة التي ستأتي بعدنا لكن لو نظرنا إلى كتب العلوم الطبيعية وغيرها في الزمن القديم كان علوم مختلفة عن هذه العلوم لا تجد كتاب واحد قديم منذ مئات أو ألاف السنين محفوظ إلى زماننا بالنص هناك اختلاف بين الكتب اختلاف في المعلومات اختلاف في المعاني إلى آخره لكن القرآن الكريم استمر حفظه من زمن نبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا وكمان بإيه استمر حفظه بالتواتر حفظه جماعة عن جماعة عن جماعة عن جماعة وهذا لا يوجد إلا في القرآن الكريم طيب نتحدث الآن عن جمع القرآن الكريم في مسألة جمعه بمعنى حفظه في الصدور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو تحدث عن كل ما يتعلق بهذا الجمع سواء كان في العهد النبي أو ما بعده كيف كان الحفظ وكيف كان الجمع وكيف كان جمعه في الصدور حفظه وكيف كان جمعه في الصطور في البداية نتحدث أن الجمع مر بثلاث مراحل أو مر بثلاث جمعات أول مرحلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثاني مرحلة مر في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه والمرحلة الثالثة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه نتحدث عن جمع القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينزل عليه القرآن الكريم كان نبي صلى الله عليه وسلم يتخذ كتابا للوحي كتبت وحي من الصحابة سواء كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أو معاوية أو أبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم كان ينزل عليه القرآن فيأمرهم بكتابته فهو يقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الآيات التي نزلت عليه ثم يأمرهم بكتابة تلك الآيات ويرشد الصحابة إلى أماكن ومواضع الآيات مثلا تنزل آية النبي صلى الله عليه وسلم بقول لكتبة الوحي ضعوا الآية هذه في صورة كذا بعد آية كذا لأجل ذلك بدأت مسألة حفظ القرآن الكريم في الصطور يعني في الكتابة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم يجي واحد يقولنا مثلا جمع القرآن الكريم وكتابته في المصحف كذا بدأ بعد النبي لا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بداية كتابة القرآن الكريم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ما كان في موجود أدوات للكتابة زي زمان أوراق أقلام حبر طابعات وكذا لا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء القديمة التي كانوا يستعملونها مثل كانوا يكتبون على العسب العسب اللي هو جريد النخل يكتب عليه كذلك اللي خاف الحجار الرقيقة والرقاع اللي هو الجلد والأقتاب الخشب الذي يوضع على ظهر البعير حتى يركبوا عليه والأكتاف اللي هو العظم العريض كانوا يجيبوا الإبل والغنم فيخذ العظم العريض من هذه الدواب ويكتبوا عليها كان عندهم وسائل بداية في مسألة كتابة القرآن الكريم يعني زيد بن ثابت هو من كتبة الوحي يقول بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع يعني كانوا يكتبوا في الأدوات القديمة الرقاع والأكتاف والعسوب إلى آخره الآن بدنا ننتقل إلى مسألة جمع القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مميزات مميزات هذا الجمع إيش مميزات الجمع كيف كانوا يكتبوا القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو يحفظوا مثلا القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كتب وحفظ على الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن الكريم إيش هو المقصود بالأحرف السبعة هذه إن شاء الله سنتحدث عنها إن شاء الله في المحاضرات القادمة إذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركسه كتب القرآن الكريم على الأحرف السبعة لأنه بعد ذلك نتحدث في عهد عثمان بن عفان كتب على حرف واحد فقط لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كتب القرآن الكريم على الأحرف السبعة والعلماء أجمعوا أن القرآن الكريم لما كتب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمسألة الترتيب كان الآيات مرتبة داخل الصور لكن ترتيب الصور داخل القرآن الكريم داخل القرآن الكريم هذا اختلف في العلماء منهم من قال والله أعلم هو الراجح أنه ما كانت الصور مرتبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت تنزل آية في أي صورة من مثلا نزلت آية مثلا الدين سورة البقرة يقول ضعوها في سورة البقرة بعد آية كذا وقبل آية كذا النبي صلى الله عليه وسلم كان هو لي perpetب العيات داخل الصور لكن ترتيب الصور فاتحة بقرأ العمران إلى آخره هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات التي كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نسخت لكن ضلت مكتوبة حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض منها نسخت ما يعني نسخت؟ يعني نزلت آيات بعدها لغت حكمها لغتها لكن بقيت حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقرأت يعني ضلت موجودة في المصاحف لكن بعد ذلك في شغل الصحابة مثلا أبو بكر في الآيات المنسوخة تركها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضه ونتكلم عن الكلام هذا بعد قليل إن شاء الله القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في مصحف واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم احنا تحدثنا كتب القرآن الكريم كان مفرق في الرقاع والأكتاف واللخاف وغيرها والعسف كان كل واحد من كذبة الوحي مع شوية رقاع شوية أكتاف كذا كاتب فيها بعض الآيات أو بعض الصور التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما كان القرآن الكريم كله مجمع في مصحف واحد هذه يعني الأمور اللي بتميز كتابة القرآن الكريم أو جمع القرآن الكريم بمعنى كتابته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الآن نتحدث على جمع القرآن الكريم في عهد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما تولى الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم شهدت مرحلة خلافة أبو بكر الصديق في بدايتها ارتداد كثير من القبائل العربية عن الإسلام بعد ما توفى النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الناس كانوا يعلقوا إسلامهم وإيمانهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعلقوا إيمانهم بالله سبحانه وتعالى فربما البعض منها كان ينافق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا عن الإيمان وعن الإسلام فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في عهده كانت حركة الردة كبيرة جدا فشغل في عهده في حروب الردة حروب القبائل التي ارتدت عن الإسلام وحربت الإسلام وكان من أعظم المعارك ومن أعظم حروب الردة معركة عظيمة معروفة معركة اليمامة هذه المعركة العظيمة كانت معركة شديدة جدا بين المسلمين وبين المرتدين في هذه المعركة استشهد سبعون صحابيا من حفظة القرآن الكريم فلما سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رأى هذا المشهد العظيم واستشهاد كثير من حفظة القرآن الكريم وخاف على القرآن الكريم من ضياعه من صدور الرجال بوفاة واستشهاد الصحابة الكرام فذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يعرض عليه مسألة كتابة القرآن الكريم فعنا حديث طويل جدا متحدث في زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه يقول أرسل إلي أبو بكر مقتلى أهل اليمامة رضي الله عنهم يعني أبو بكر بيرسل لزيد بن ثابت أن أهل اليمامة استشهد فيها كثير من الصحابة من حفظة القرآن الكريم وكان عنده سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عمر بيعرض على أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن يقوم بجمع القرآن الكريم وجمع المصحف لأن القتل انتشر يوم اليمامة وكان خايف على القرآن الكريم بموت حفظته فعرض على أبو بكر أن يجمع القرآن الكريم وأبو بكر كان في بداية الأمر يرفض ما تفضل به عمر بن الخطاب ويقول كيف أفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فاستمر سيدنا عمر يقنع أبو بكر الصديق حتى اقتنع أبو بكر الصديق وأرسل إلى زيد بن ثابت لأن زيد كان من أكثر كتبة الوحي أو من أقوى وأعظم وأكثر كتبة الوحي شهرة والتصاقا بالنبي صلى الله عليه وسلم هو آخر صاحب آخر عرضة للقرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم فأبو بكر طلب من زيد بن ثابت أن يجمع القرآن الكريم ففي البداية زيد كذلك قال لأبي بكر كيف أجمع القرآن الكريم كيف أفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فأقنعه أبو بكر الصديق بذلك فاقتنع بعد ذلك سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه في مسألة جمع القرآن الكريم فمسألة جمع القرآن الكريم مسألة عظيمة جدا يعني سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان يقول لأن أنقل جبل من مكان إلى آخر أهوى عليه من أن أجمع القرآن الكريم وهذا يدلل على شدة أمانة وحرص الصحابة على جمع القرآن الكريم وعلى تعظيم مسألة القرآن الكريم فبعد ذلك بدأ زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه بجمع القرآن الكريم من الناس ومن الصحف الموجودة عند الصحابة الكرام التي كانوا يكتبون عليها آيات القرآن الكريم التي كانوا يسمعونها من النبي صلى الله عليه وسلم فجمعها في صحف ووضع الصحف عند سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وبعد ما توفى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه انتقلت الصحف عند سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وبعد ما توفى سيدنا عمر بقيت الصحف عند ابنته حفصة ابنة عمر رضي الله عنهما طيب نتحدث عن الأسباب اللي جعلت أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يختار سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه لجمع القرآن الكريم أولا من الأسباب هذه كون زيد بن ثابت من كتبة الوحي كان من كتبة الوحي وأكثر الصحابة ممارسة وكتابة للوحي كان زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه وكان دائما ملازم النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الوحي ويكتب القرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تمرس كذلك كان سيدنا زيد بن ثابت من أشد وأقوى الصحابة حفظا للقرآن الكريم وكان رجلا ورعا يعني عنده دين وعنده أمانة فكان سيدنا أبو بكر الصديق يطمئنه إليه لأنه كان ذكي جدا كان عنده رجحت عقل كان دقيق في مسألة تحري وجمع القرآن الكريم وكمان كان يتصف بحفظ قول القرآن الكريم لما يجيب القرآن الكريم ويسمعه من الناس كان عنده حفظ بقارنه بحفظه بقارنه بما هو موجود عنده مكتوب حتى يقبل منه القرآن الكريم وكان يعني أيضا رجل شاب والشباب يعني بتمتعوا بالنشاط والحيوية فلذلك كلفوا سيدنا أبو بكر الصديق بهذه المهمة العظيمة وهذه المهمة الشاقة ننتقل لمنهج سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه في جمع القرآن الكريم في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه عنده أسس قوية وأسس متينة وضعها لقبول وجمع القرآن الكريم كان سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه ما بيأخذ من الناس أو من الصحابة القرآن الكريم إلا إذا تيقن أنه اللي بدي يأخذ منه كتبه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في معا شاهدين كان ما بيأخذ سيدنا زيد بن ثابت القرآن الكريم وما بيسجله إلا بتأكد من شغلتين مسألة الحفظ ومسألة الكتابة إذا إجاء واحد والله معا كتابة موجودة بتأكد بيجيب معه شهدين منهم من قال الشهدين هم رجلين ومنهم من قال زي ابن حجر قال ابن حجر الشهدين مقصود فيه الحفظ والكتابة إيش يعني الحفظ والكتابة؟ يعني بيأخذ الكتابة الموجودة عند الرجل وبتأكد منها من خلال حفظه لأنه سيدنا زيد بن ثابت كان حافظ للقرآن الكريم فبيعرضها على حفظه سيدنا زيد بن ثابت فبيتأكد ففي شهدين شاهد الحفظ وشاهد الكتابة طيب لو إجاء واحد بده يقرأ عليه القرآن الكريم يقول هذه سمعتها من النبي صلى الله عليه ومش مكتوبة أيضا بيبحث وين فيه في الصحف والرقاع واللي خاف وغيرها بيبحث وين فيه شواهد للآيات التي يعرضها ذاك الصحابي فكان منهج سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه منهج قوي جدا منهج متشدد جدا 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 في مسألة الجمع كان يجلس سيدنا زيد بن ثابت ويطلب من الناس ونتظر من الناس أن يأتوا له بالمصاحف اللي عندهم أو عفوا بالصحف اللي عندهم المكتوب عليها القرآن الكريم وبيبدأ في التحري والتثبت هل هذه الآيات صحيحة ولا مش صحيحة هل هذه الآيات دقيقة ولا مش دقيقة إلى آخره طيب القرآن الكريم نتحدث عن آخر مسألة في الجمع القرآن الكريم في عهد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه نتحدث عن مميزات الجمع في عهد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه من أول مميزات جمع القرآن الكريم في عهد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه أن القرآن الكريم في عهد سيدنا أبو بكر الصديق جمعة وفق أدق وأجود وأعظم طرق البحث والتحري كان في ضوابط شديدة جدا 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 حتى يقبل القرآن الكريم في الشي إنه واحد يجيب صحيفة وكتب فيها آيات ويقول هذا سمعتها من النبي أو كذبت عن النبي وبس كان في طرق قوي جدا يجيب ناس تشهد إنه يحلفوا إنه هذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا كتبوه يجيب شهدين بعد ذلك يعرضوا على الصحف الأخرى إذا ما وجدش مثلا بيعرضوا على حفظ الصحابة على حفظ سيدنا زيد بن ثابت كان في طرق قوي جدا لأنه هذا قرآن الكريم هذا معجزت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى فما بصح إنه يكون فيه استهطار أو إنه تكون ضوابط مخففة لقبول القرآن الكريم لذلك كان في عهد أبو بكر الصديق مسألة جمع القرآن الكريم كان هناك ضوابط مشددة جدا لمسألة قبول وجمع القرآن الكريم المميزة الثانية إنه هذا الجمع فقط اقتصروا فيه على ما لم تنسخ تلاوته اللي نسخت تلاوته تركوه لكن اللي ما نسخت تلاوته أخدوه أخذوا الآيات التي لم تنسخ قلنا النسخ يا شباب معناه نزول حكم يلغي الحكم السابق نزول حكم جديد يلغي الحكم السابق قال الله عز وجل ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة هذا حكم قديم بيفهم منه إنه ما بجوز للمسلم إنه يشرب الخمر لما يروح على الصلاة وبيفهم منه أيضا الواحد إنه الخمر ممكن الواحد يشربه في وقت غير الصلاة لكن بعد ذلك نزلت آية نسخت هذه الآية قيدت عممت التحريم كانت الآية الأولى مقيدة للتحريم جاءت آية بعدها شددت ولغت الآية السابقة فقال الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فجتنبوه يعني حرام ممنوع وأي أحد من المسلمين يشرب الخمر بتاتا خلص نزلت الآية بالتحريم القطعي طيب مميزات جمع القرآن الكريم في عهد أبو بكر الصديق نتحدث عن آخر ميزة موجودة عندنا في الكتاب أن هذا الجمع ظفر بإجماع الصحابة يعني الصحابة كلهم وافقوا على هذا الجمع الصحابة كلهم يعني اتفقوا على مسألة جمع القرآن الكريم في عهد سيدنا أبو بكر الصديق واتفقوا على الضوابط اللي وضحها أبو بكر وضحها سيدنا زيد بن ثابت لجمع أو لمسألة جمع القرآن الكريم فلم يكن هناك أي رأي مخالف أو أي رأي معارض من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بعارض مسألة جمع القرآن الكريم في عهد أبو بكر الصديق أو بعارض مسألة ضوابط جمع القرآن الكريم في عهد سيدنا أبو بكر الصديق يعني في هذه المحاضرة هذه المحاضرة مهمة جدا يا شباب ركزوا في الشرح منيح لأنه موجود في داخل الشرح أسئلة مهمة جدا ممكن هذه تجيكم في الامتحانات يا شباب ركزوا على مسألة معاني جمع القرآن الكريم إلو معنيين جمعوا في الصدور بمعنى حفظوا بالصدور والمعنى الثاني بمعنى كتابته طبعا تحدثنا عن مسألة حفظه بالصدور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بحفظه واستمر إلى زماننا النبي صحابة أبعين إلى وقتنا هذا في عنا حفظة القرآن الكريم يعني كثر والحمد لله رب العالمين ثم بعد ذلك تحدثنا عن خصائص جمع القرآن الكريم ركزوا في مسألة الخصائص بعد ذلك تحدثنا عن جمعه بمعنى كتابته تدوينه يعني بالمعنى الثاني فبدأ القرآن الكريم كتابته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يجيك سؤال أن القرآن الكريم بدأت كتابته في عهد أبو بكر لا القرآن بدأت كتابته في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك صارت مسألة الجمع الجمع بدأ الجمع في عهد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه طبعا جمع القرآن في عهد النبي كان على الأحرف السبعة وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما جمع القرآن الكريم أيضا جمعه على الأحرف السبعة الموجودة في مصحف سيدتنا أو الموجود عند سيدتنا حفصة رضي الله عنه وأرضاه طب ماذا حصل بعد ذلك كيف مميزات الجمع في عهد سيدنا عثمان تحدث عنه إن شاء الله في المحاضرة القادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته